السلام عليكم اشتركوا في القناة الموضوع الضرورة وقلنا بالمنع نستعمل أما can't or mustn't وموضوع نستعمل الموضوع have to أحيانا must هذا التمرين page 103 راح يعلمنا how to use كيف نستعمل must بمعنى يجب تجيب الضرورة or mustn't بمعنى يجب أن لا تجيب موضوع المنع والأداة أو الفعل الناقص المودة وذيرب إذا نستذكرنا على السريع المست نستعملها بال necessity عند إخبار شخص ما بأنه من الضروري أو يجب أن يفعل عمل معين والفعل مصنت مع المنع والفعل الفعل الناقص كان لل permission للسماح نأخذ هذا التمرين this is rules هاي قواعد وقوانين لبغداد college school مدرسة كلية بغداد هاي بعض القوانين المدرسية let's read خلنا نقرأ college starts at 8 am يعني الدراسة في الكلية أو الكلية تبدأ عند الساعة الثامنة am يعني صباحا pm يعني بعض أمور so you must be on time شب هنا استعمل هو ش يقول منطق السؤال يقول complete أكمل the school rules قوانين المدرسة be must mustn't or can يعني هاي عندك فراغات تمليها أما must بمعنى يجب mustn't يعني يجب أن لا و can بمعنى تستطيع أو تقدر college starts at 8 am you must قلنا المصد تجويها من وهي الضرورة بمعنى يجب يجب ورافع المضارع مجرد you must be on time يجب أن تكونوا في الوقت المحدد يعني تجون المدرسة you mustn't be late يجب أن لا تكونوا متأخرين if you are late إذا تتأخرون you dash فراغ go to the school office and give the reason فنش نخلي بالفراغ إذا أنتم متأخرين you must go to the school office يعني تروحون للإدارة يجب أن تذهبوا للإدارة لو مصنت لو كان طبعا هنا you must go to the school office يعني من الضروري أو يجب أن تذهبوا إلى المكتب المدرسة عن الإدارة and give the reason وتنطون سبب ليش أنتم متأخرين so you فراغ or dash يعني فراغ smoke anywhere in the college or playground إذا سموك يدخن هذا لازم فعل مجرد ليس؟ لأنه يقول بالفراغ تخلي must لو مصنت ولو كان وذني ثلاثة يجوا وراها الفعل مجرد إذن السموك فعل مضارع مجرد بمعنى يدخن إذن you must or mustn't or can بالتأكيد mustn't you mustn't smoke three you فراغ bring your mobile phone to school but you فراغ use it in class يعني you فراغ يعني أنت تستطيع تستطيع or تقدر you can bring your mobile phone to school هاي من القوانين هاي المدرسة but ولكن you mustn't use it in class ولكن يجب أن لا تستعمله داخل الصغ five you dash bring food and drink to school if you want you can bring food and drink to school if you want يعني أنت تستطيع تجلب طعام وشراب للمدرسة إذا تريد but ولكن you فراغ take it into the library or classroom ولكن أنت good mustn't يجب أن لا تأخذه إلى المكتبة أو إلى الصفة seven you dash يعني فراغ you فراغ eat drink or chew gum in class إذن شاقون أنت يجب أن تأكل وتشرب بالصف لو يجب أن لا تأكل وتشرب بالصف لو تستطيع أن تأكل وتشرب بالصف بالتأكيد مصد يعني يجب أن لا تأكل من الضروري أن لا تأكل وتشرب or chew gum تعلج in class eight you dash be polite polite يعني مؤدب بي تكون إذن بالتأكيد نستخدم we use نستخدم you must be polite يجب أن تكون مؤدب to your teachers للمعلمين and the other students ولا الطلاب الآخرين nine you dash use the gym after school you can use the gym لذلك أنت تقدر تستعمل الجم النادي الرياضي أو القاعة مثل ما تسموها after school بعد المدرسة but you you dash tell a PE teacher you are going to but ولكن you must tell يجب أن تخبر PE teacher اللي هو هذا معلم أو مدرسة الرياضة you are going to أنت سوف يعني تذهب إلى الجم هذا التمرين page 103 about necessity and prohibition and permission good luck بالتوفيق